طيب من الموسيقى إلى كرة القدم أجبرت العديد من الأندية على الاحتفاظ بلاعبين رغم أنهم شكلوا عبءا كبيرا على ميزانيتها ففي برشلونة عاد الفشل الفريق رغم العجز المالي الكبير الذي يعانيه من التخلص من ثلاثة لعبين السبب أنهم لم يضيفوا مستوى فني مقبول كما أنهم تعرضوا لإصابات طويلة أزعجت الجهاز الفني وهم يحملون النادي رواتب كبيرة تتجاوز 30 مليون دولار الموقف تكرر في برشلونة وريال مدريد مدريد لم يتمكن من التخلص من غارث بيل الذي أرهق الميزانية وجلس على الدكة وهو يبتسم وسط تعطر الفريق بسبب سوء تصرفه وإصاباته الملكي وقع في نفس المطب مع البلجيكي هزارد الذي وصيب منذ قدومه للنادي الملكي قبل عامين كذلك برشلونة مع مدريد كمان للمزيد ينضم إلينا في الأسدي الخبير في الشؤون الرياضية لطفي الظعبي ليش تضحك يا صباح يا فتاح ليش تضحك لطفي شنو بس العائلات عندها خلافات بضحك على المصايف بيخلص مدريد وبرشلونة كمان بيأكد على المعلومة طيب لطفي في خناءات وخلافات خلينا مع اللاعبين كأس الأمم الأوروبية هناك خلافات من قبل هذه الدورة أو هذه البطولة أم خلال هذه البطولة الخلافات الكبيرة بـ 2010 صحيح 2010 بجنوب أفريكا كأس العالم منتخة فرنسا كان قادم ومرشع عرقيا كل اللاعبة حتى تتخنقوا مع المدرب أثناء التدريبات وقدام الناس أو مشاكل كانت شخصية ضعيفة ولما رجعوا لفرنسا نعمل شوية عقوبات إبعاد حوالي خمس لعبين الموضوع مش أول مرة بيصير في فرنسا بس إلو سبب بس هذه كانت عرقية طب الآن خلينا بس نقول بس نتكلم عن أنه هازارد رح يصير مشكلة ريال مدريد القادمة مثل غارث بيل أو لا يختلف في الوضع هذا مضوع الثاني أنا أسأل بس هذه هازارد واضح لأنه مع بلجيكا كمان نصاب مع بلجيكا نصاب طبعا طيب برشلونة كان عثمان دمبلي عثمان دمبلي أيوة نساهم أم تيتي وأبو تيتي أم تيتي وكوتينيو كوتينيو جابوه من ليفربول برقم خرافي بدل أنيستا ودولة البيرن رح جاء فيهم قولين رجعوه هلا المدرب دوشيا صاروا عبا صاروا بعمل عملية من شهرين في البرازيل صار عبا صار عبا لأنه هو وأم تيتي وأثمان دمبلي وكل هالأسماء رواتبهم تقريبا شيء كل واحد عشرة مليون شيء تلاتين مليون برشلونة عنده مليار ومئتين عاجز مالي عليه ديون كثير وبنفس الواقع تريد أن يجدد لمسيس هلا اتفقوا على رقم طبعا هذه المشاكل كل هاللي صارت برشلونة أتخذ قرار أنه خلص أنا حمشيهم رغم قانون بيوسمان اللي بمنع فلا أنه حمشيهم أنا عندي مشاكل وعندي ديون وعندي عبا سندب إلى شربل للمزيد حول شجار العائلات وعودة من جديد نعم مروى إيهانات متبادلة في أمم أوروبا تفكك ترابط المنتخب الفرنسي والدة رابيو تشاجرت مع عائلة بوكبا والدة رابيو عنفت عائلة بوكبا بشكل واضح واتهمته بفقدان الكرة في منتصف الملعب ليمنح سويسرا فرصة بناء هجمة مرتدة خطيرة لم تتوقف الأمور عند ذلك بل وجهت اتهاماتها لعائلة كليان إمبابي حيث طالبت من والده إعادة تأهيل نجله سوليكيات إمبابي المزاجية ظهرت أيضا عندما اشتكى المهاجم أوليفيا جيرو من النجم الشاب قبل البطولة بسبب تعامض الأخير عدم التمرير له خلال مبارات ودية سبقت انطلاق المنافسات بأيام على أمل أن عادل يكون عند الحلول إليه والله قاعد نحاول يا شيربي يريدون مصلح رياضي يتكلم عن المشاكل شكرا شيربي نحن جاينا نصلح المشاكل نقول لنا أم رابيو والله أم رابيو ساب المشاكل واضحة ابنها لما كان بدي روح لبرشلونة عملت مشكلة مع باريس قاعدوا سنع الخط راح يوفينتوس هو نفسه كان عليه شكوى من أم كليان إمبابي لا بس قبل قبلها حتى كان يروح مانشستر سيتي نعم كيف يحصل خلال مدية بتدخل الأهل في الموضوع وكيف يتأثر على أداءه ابنك في الملعب وابنك بطل هذا تخانق مع الناس لا ليس تخانق بسيئة في بعض الناس بطبيعته أنه ممكن يكون مش ضروري يكون شراني بس يحتدوا على بعض يكون بعصب اللعيبي مع بعض بوكبا مرت من عنده كرة أجد قول فأم رابيو قالت أنه أنت السبب هو بوكب مع رابيو اتخانقه مع بعض في الملعب وكمان ليش يا عادر خلينا أكمل جملتين بس لا حاز أنه المشاكل مشاكل داخل الشارع والحارة كليان إمبابي أنت بتحكي عن نجوم من وزن تقيل جدا وارقامهم المالية عالية تتهم كليان إمبابي بالغرور وتعالي على اللاعبين لأنه ضيع ركل الجزاء هذا واحد ولأنه كل اللاعب صارت انطباع عام أنه مغرور لأنه الأندي بدهي برشلونة بدهي مانشستر بدهي طيب هي قعد دفع عن ولدها بأنه أنا أتوقع عادل أنها للبطولة مبكرة أتوقع أنه موضوع الغيرة بدخل بس هو نجم كبير حتى ما باجو بتتذكر شو عن الإطار بس ضل باجو إنه ما ضلت غصة وضل يحلم بالقصة لكن كليان إمبابي هو كنجم كلاعب كبير ما في شك وهذه المشكلة اللي صارت ما أعتقد أنها تأثر على أداء لأنه بالعشرينات تحلت المشكلة ولا لسه في خلافات هي ولعت ولعت لأنه دخل فيها الصحافة في الملعب قد إيه بيتعاملوا مع بعض والستات لما يدخلوا بمشكلة أنت عرفت بيخلصوا الموضوع بيتعاملوا زي مع بعض في الملعب في اللعب لا شوفي حتى قبل قبل أمم أوروبا كان جيرو شكى من أنه كليان إمبابي مرر له كورات داخلي بعدين طفت الصط لما عرفت الصحافة ودخلوا بجدال أكثر من تلسى على المدرجات ومع الإعلام الموجود ومع كل الموجودين لطفي هي دعوة للتأمل شكرا جزيلا لك لكن دعوة للتأمل مقارنة بين منتخب فرنسا وما حصل وما حصل أيضا لمنتخب الدنمارك وأريكسون حادثة أريكسون وذهاب اللاعبين إلى زوجته لأتمنانها هذه عائلة وهذه عائلة بالضبط ثانتين عائلات بس التنوع العرقي يمكن يكون السبر بجوز يكون أو شرف المواقع هذا مشه أكيد شكرا جزيلا لطفي الزعبي المحلل الرياضة شكرا مصلحة شكرا مصلحة اجتماعية